يقول جماعة اشتركوا في جمعية خيرية وقاموا بجمع مبالغ مالية بقصد دفعها للفقراء والمحتاجين وبلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليها الحول فهل تتحقق فيها الزكاة طالما أنهم قصدوا بها من أول الأمر أن تكون للفقراء والمساكين وكانوا يجمعون المال لهذا الغراب فهذا يعني أنهم أخرجوه من ملكهم وجعلوه للفقراء والمساكين يدفعونه إليهم حينما يصلون إلى قدر معين أو في وقت مخصوص أو بحسب الحاجة حاجة الفقراء والمساكين فهذا يعني أنه لا زكاة فيه والله تعالى أعلم